ورد إلينا سؤال مهم من امرأة تقول هل يجب علي أن أغسل كل ملابسي التي لبستها في فترة الحيض أم لا بداية كده بعد ما تصل على النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يجب على المرأة غسل جميع الملابس التي لبستها في فترة الحيض لأن الأصل في المؤمن أنه لا ينجس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لإيه الواجب غسله؟ غسل موضع النجاسة غسل موضع الدم يعني الدم لو جاء على جزء من الملابس يجب غسل هذا الجزء فقط طب لو امرأة متحيرة ومتشككة وعندها وسواس ومش عارفها الدم يجي فين بالزبط في الملابس نقول في الحالة دي يجب غسل الثوب كله دفعا للوسواسة والشك أما غير ذلك أنا متأكد الدم موجود في أنه مكان أغسل موضع الدم فقط كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته امرأة تصيب إحدان الحيض يا رسول الله أو أرأيت إحدان إذا أصاب ثوبها الحيض يا رسول الله كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحداكن دم الحيض فلتقرصه يعني دم الحيض إذا جاء على الثوب فلتقرصه يعني تأتي بالمكان هذا وتغسله ثم لتنضحه ثم لتصلي فيه مدم تعلم مكان الدم أما إذا لم تعلم فتغسل الثوب كله خاصة دلوقتي مع الأجهزة الحديثة في الغسل الأمر بقى بسيط وليس فيه مشرقة ورد إلينا سؤال أيضا يسأل امرأة وهي في فترة الحيض أو النفاس تضع يدها في الماء علشان تعرف المية بردة ولا مش بردة وينفع نية استخدمها ولا لا هل هذا الماء صار نجسا أم ما زال طاهرا والإجابة بعدما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نقول المؤمن لا ينجس فالأصل في المؤمن أنه طاهر وبدنه طاهر ولا ينجس من المرأة إلا دم الحيض أو دم النفاس فقط يبقى إذن الماء الذي تضع فيه المرأة يدها أو الماء الذي تشرب منه المرأة ثم يتبقى منه شيء يجوز استخدامه في الوضوء والاغتسال فوطاهر طهور لكن الماء اللي استخدمته المرأة في الغسل وإزالة النجاسة هل تستخدمه مرة أخرى عند الجمهور لا تستخدمه في الطهارة تستخدمه في العادات فقط في غسل ملابس تستخدمه في غسل الأطباق وغير ذلك أي شيء لكن لا تستخدمه في وضوء ولا اغتسال على مذهب الجمهور أرسلوا كل أسئلتكم واستفساراتكم وإن شاء الله كل فترة سنرد عليها بفيديوهات تفيدكم أكتر وتكون فيها معرفة أكتر لحضراتكم تابعونا وأرسلوا كل ما عندكم من أسئلة وإن شاء الله تجدوا الإجابة الصحيحة المناسبة في أقرب وقت والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر